يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره المغربي في السابعة من مساء اليوم في ثاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم والمقامة في السويد وبولندا وتستمر حتى 29 من يناير الجاري ويطمح منتخب الفراعنة لمواصلة انطلاقتهم القوية وتحقيق الفوز في لقاء المغرب بعد اقتناص أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز عليها بنتيجة 31-22 ليتصدر بذلك منتخب مصر المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت الفوز على المغرب بنتيجة 28-27